للمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق سيد السفير أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك السيدة المشاهدين إذن يعني توقعات حضرتك بداية لهذا الاجتماع الذي سيجرى اليوم من قوى الحرية والتغيير هل تعتقد بأنه ستنتج عنه تكابت الواحد أو سينتج عنه مقترحات وأمور موحدة من جانب القوى حتى تمهيدا للاجتماع المقرر غدا في تقديري أن ما يجري الآن هو يدور حول الوثيقة الدستورية أو الإعلان الدستوري الذي أعدته قوى الحرية والتغيير وقوى الحرية والتغيير في تقدير ما بينها هو اختلاف وليس خلاف بين الأعضاء في هذه القوى في قوى الحرية والتغيير التي تتكون في الأغلب الأعام من معظم القوى والأحزاب السياسية الفاعلة والمؤسرة والتي قادت عملية الاحتجاجات وعملية التغيير وتتضمن أيضا الحركات المسلحة وهذا أمر في الآية الأحزابية يجب أن نضعه في الاعتبار أن هذه الحركات كانت في مواجهة مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من ناحية أخرى أجد أيضا أن ما تقدمت به القوى الحرية والتغيير كوثيقة دستورية أعتقد الملاحظات التي أداها المجلس العسكري الانتقال عليها أعتقد أنها ملاحظات يمكن التفاوض بشأنها ويمكن تعدلها على النحو الذي يمكن معه أن يتم نوع من التوافق بين الجانبين بصدد الوثيق أو الإعلان الدستوري الذي يؤكد على المطالب الحقيقية للشعب السوداني والتي تتمثل في مجلس سيادة مدني أعتقد يمكن التوصل في هذا الصدد إلى توافق حول هذا المجلس لن يكون على سبيل المثال 8 أعضاء مدنيين و7 سودانيين أعتقد أيضا فيما يتعلق بإنشاء مجلس عسكري للأمن والتساع هذه النقطة يمكن أن تكون محل توافق